مع انتهاء الحرب الأهلية والتي استمرت من عام 1975 إلى 1990 بدأ لبنان يقترض لتمويل إعادة إعمار البلاد وبناء اقتصاد اعتمد بالدرجة الأولى على الخدمات والسياحة وجذب الاستثمارات الخارجية وهي قطاعات مرتبطة بالوضعين السياسي والأمني محلياً وأقليمياً في المقابل لم تحصل إصلاحات بنيوية في الإدارة وفي المرافق العامة بسبب البيروقراطية ونظام المحاصص الطائفية الذي تكرس هذا النظام بعد الحرب الأهلية كل ذلك جعل من الدين يتراكم تدريجياً كما تزامن ذلك مع انتفاخ فاتورة الإنفاق الحكومي وازدياد العجز في ميزان المدفوعات تجاوز الدين العام أكثر من 170% من الناتج الإجمالي المحلي لكن العقوبات الأمريكية التي فرضت على أشخاص وكيانات على ارتباط بميليشيا حزب الله زادت الأمر سوءاً فساعدت على انهيار الليرة اللبنانية ليلامس سعر صرفها مقابل الدولار عتبت الثمانية ألاف في السوق السوداء بينما السعر الرسمي مثبت على 1515 ليرة الأزمات السياسية لعبت أيضاً دوراً في هذا التدهور تخللتها حروب واغتيالات فبعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في فبراير 2005 شهد لبنان انقساماً بين فريقين أحدهما معارض للنظام السوري وآخر مؤيد لهذا النظام تبع ذلك بأربع سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني في عام 2008 شهدت البلاد أزمة سياسية حادة ترافقت مع اشتباكات مسلحة في مناطق مختلفة تجدد الانقسام عام 2011 على وقع الصراع في سوريا والذي رفقه تدخل ميليشيا حزب الله في أزمة الجارة سوريا بقيت البلاد إثر انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان عام 2014 طوال عام ونصف في أزمة سياسية أخيراً خلصت دراسة لمركز كارنيجي للشرق الأوسط لخصت الأزمة الاقتصادية اللبنانية قائلة إن في جوهر هذه الأزمة أزمة حوكمة منبثقة من نظام طائفي يعاني من خلل البنيوي محل دون صنع سياسة عقلانية وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدرة